موسيقى شكرا بداية السؤال يمكن بديهة بيطرحوا كل شخص او حياله اعلامي ببداية المقابلة ولازم نطرحوا تحت هيك ناخد فكرة واضحة نحنا كمتابعين للكم على صفحتكم من وين اشت فكرة ميجامايند؟ مستفاني نحنا اول ما بلشت انا فكر انه بدأت جوز ويكون عند اولاد وهيك دايما كان هدفي الولاد شو بدي اعمل لهم شي لحتى ينمي لهم اكتر عقلهم ولادي انا نعم صار عند اولاد وهكي صار تقول انه لأ لازم اعمل اكتيفتيز ريليتد مش بس لنشاطات الترفيهية يلي هي بس لعب وهكي كما بدي نمي لهم عقلهم بسايد المدرسة من هون اشت الفكرة انه ليش ما بعمل شي بيفيد كل الولاد وبيخلوني ينموا فكرة شو هنه البزنس الموجودين بلبنان الاندوستريز الموجودين بلبنان والاعمال والاشغال الموجودين الوظايف بلبنان لحتى يكون عندهم فكرة مع الوقت يقرروا هنه شو حبين شو بيحبوا شو البعشن تقولون لأي وزيفة لأي عمل عندهم ايه بذات الوقت صارت الفكرة تجي انه منعمل شي بيسلل الولاد ومنعطيهم بذات الوقت شي يحبوه ويتعلموا شي جديد سو هيدا الشي كان كله هيدا الفكرة عم تجي من خلال انه بدنا الاطفال يكونوا عم يتعلموا عم يعرفوا ايش هالقصص جديدة من خلال اكيد البروفيشن والالكاريرز اللي موجودين بقلب لبنان سو من هون اجت الفكرة وبلشنا نحن نضوي على الاعمال وبذات الوقت يتسجل الولاد ويحبوه الفكرة مع اهليهم عم يحبوه كتير الفكرة بهذا الموضوع سو بنحكي عن اهداف اهداف ميجا مايند شو هي الاهداف اللي انت رسمتيا له هالمشروع اللي عم تعمل لك في كذا هدف ميجا مايند اساسه نخلي الولاد يعرفوا انه بعد فترة بيشو يتسجلوا بالجامعة يعني الميجور اللي بدون يتخصصوا فيه يكونوا قدرين ويعيين على كل الوظايف الموجودة وعلى كل الاندستريز الموجودة ليكون كلير عندن شو بدون يختاروا ميجور بقلب الجامعة ولا بل مش بس ميجور يمكن ما يحب يختار ميجور يدرسوا بقلب الجامعة يختار بزنس ايديا يكون انتروبرونار قادر يكون عم ينشؤ بزنس جديد ويعما اكترون اللبنانية وعم ينجحوا برا وعم ينجحوا بكذا مجال انه يكونوا قادرين عم يختاروا بزنس ايديا ينموا فيها ويكبروا فيها هيدا اول هدف تاني هدف عنا هي انه العلم هو كمان اختبار دو ات با يورسلف سو بس تعملي هالأكسبغيانس انت بتعيش الكارير او البروفيشن او البروسيس بقلب الشركة بس تعيشي تقدري تختاري اكتر احسن او تتعلمي اشياء جديدة سو هيدا هو اكسبغيانس علم وبزات الوقت الميجور اللي بدون يتخصصوا فيه لاترون يعني من خلال ميجا مايند عم بيقدروا الاطفال او الاولاد عم بيقدروا يشتغلوا بمهنة ما يعني حسب بيمكن مرة بالاسبوع كل مرة كل اداة بتجتمعهم نحنا مرة بالاسبوع اي نهار يجبلي نهار السبت او day off بيكون من المدرسة في نقطة معينة للتجمع او المكان اللي بتكون راحنا عليه ونقطة التجمع نحنا التجمع تابعولنا بالسنتر عنا بانتلياس نعم نتجمع وناخد الكدس على اللوكيشن اللي بنكون رايحين عليها او في اوبشن تاني للأهل يلتقوا فينا باللوكيشن اللي بنكون رايحين عليها وهونيك الاطفال عم بيتعلموا المهن الموجودة بمجتمعاتنا كل مرة عم تختاروا مهنة معينة مازبوط وعم بيكون الولد عم بيعمل بإيديت دي حلوة عن جد انه الولد يمارس المهنة بإيديه مازبوط اكيد فيه اشخاص حواليهم معهم بلتين اكيد يرقبوا حد الاطفال حواليهم كل الوقت يساعدوهم صحيح اعمار الولاد اذا هلا على المشاهدين عم بيسمعونا اكيد في امات كتير عم بيسمعونا وحبين انه يتسجلوا انه كمان يتابعوا صفحتكن صفحة ميجا مايند يعرفوا وين وين رح تكون هالمشروع السقافي اللي عم تعملوا وين رح يكون بأي منطقة كلها التفاصيل الصغيرة بداية منبلش من اي عمر لأي عمر وكيف يقدروا انه يتابعوا اكيد اخباركم كلها على مواقع التواصل نحن اول شي اعمار الولاد من 4 ل 14 سنة نعم وبيتقصموا بقلب السشن عنده تيم بيكونوا عم اول شي عم نركب شو بدنا يكونوا عم يتعلموا بهيد السشن بالاتفاق مع اكيد الشركة بنكون رايحين علي شو في عندهم اشياء لانقدر نعلمهم ايها منحضر هيدا البروغرام ومنرجع من بعده منقصمون باي جروب اف ايج يعني 4 6 7 10 10 11 12 14 وبيكونوا عم يتعلموا كل واحد شو المهنة مثل ما عم نشوف هلق بالصور جيسي هلق بعض المهن يعني مظبوط تعلموا الولاد يلي شاركوا بميجاماين مظبوط صحيح كيف الاهل بقدروا يتواصلوا معكم يعرفوا التفاصيل نحنا في عنا السوشيال ميديا البلاتفورم طبع انستاجرام بيكونوا عم يشوفوا فيها الاعمال تابعوا لنا في عنا رقمنا بيتسجل يعني بيحكونا على الرقم بيتواصلوا معنا عندهم كل التفاصيل وبيسجلوا أولادهم وبصير نصرنا عيلة يعني بطلنا فيه كتير اهل صرنا نحنا يهون كتير كميليتي عم ينخلق بهيدا المجال سو رقم ازا بتحبوا يتواصلوا معنا موجود على الانستاجرام او 60 694 على هيدا الرقم 70 694 نعم حتى جيسي بالمناسبات المهمة مثل نوال حتى بيباك كله في نشاطات ميجامايند محضرين للاطفال منقدر ناخد شي صورة عن القادمة او بعد نحنا بكل مناسبة بيكون فيها قدرين فيها نكون عم نعمل شي اجتماعي شي لنساعد العالم نكون عم نكون عم نكون عم أساس بهيدا العمل بكريسمس اللي قطع كنا عم نساعد نطبخ ونعيش وقت مع الأشخاص الختيرة كبار السن كنا عم نكون معهم عم نقضي وقت معهم وقت معهم عم نوصل الفكرة للأولاد إنه حلو نهتم بغيرنا رعاية كبار السن رعاية كبار السن بإيستر كنا كمان هلأ مش من زمان last week كنا عم نعمل inclusion بكافي شاب للأطفال الموجودين بالمدارس اللي معنا مع كافي شاب ريليتد للداون سندرم زوية الاحتياجات الخاصة هيدا شو العمل كان كتير حلو ومنه الهدف كان منه التسجل بعد التسجيل الهدف منه كان الدونيشن تابولته راحت على أشخاص النيد بمجتمعنا متحلو هلأ قريبا كان فيه هلأ أكيد كل جمعة فيه في ساشن في ساشن لـ ميجا مايند اللي بيحبوا أكيد الأمات اللي عم يسمعونا هلأ بيحبوا أكيد أولادهم إنه يشاركوا بهالنشاط عن جد السقف الحلو يلي بينامينوا شخصيتهم للأطفال بينامينوا زكاءهم معرفتهم وأكيد الأهم شي كمان سقفتهم وكمان بيساعدت مقالة جيسي ببداية المقابلة بيساعدهم يعرفوا كمان توجههم يمكن بالحياة إنه يقرع عنه شي بكتب المدرسة ويجوا ويختبروا بإيديهم المهنة اللي هني قرينا عنا بكتب المدرسة موضوع آخر أكيد صحيح فبعيد باك هلأ فيه نشاط محاضرين وغير أكيد كل جمعة الأسبوعية مثل ما كنا نقول غير النشاطات الأسبوعية كل نهار سبت فيه بيعيد باك حالياً فيش محاضرين عملناه خلال السيام نعم عملنا إنه بساشن يلي هي ريليتتو داونسن كنا عم نقدم الدونيشن اللي طلعت من هايدي الساشنز للأشخاص بحاجة لمساعدة عم نشوف هون الصور جيسي هون بيعم يتعلموا ميكانيك سيارات كانوا عم يتعلموا كل تفاصيل عن الزيت الموتار دواليب بيشتغلوا بايدهم بيشتغلوا بايدهم شو حال في كمان شفت الصورة قبل قطعت كمان دفاع المدنة دفاع المدنة كمان كانوا عم يشاركوا بيهن نعم كانوا عم يتعلموا كيف ينعمل كانوا عم يتفوا نار عم نجع نشوفها مرة تانية شو فيه مهن هيك مرة تصارت الحديد هلا على الولاد بتتعلموها تقريبا اكيد كتار بعريك الساشن كتير كتار بس تقريبا هيك عناوين في الدنتست كمان كانوا كتير هيك عم يكونوا كتير هيك انو بدو نيعارفوا التفاصيل انو كيف وين وشو وهكي يختبروا الاشياء المعجونة بالسنان وكذا كانوا عم يعملوها كانوا كتير مبسوطين كان فيه متاريال بين ايديونيانات كان فيه متاريال مزبوط وبدتدوى عليه بعد استفاني انو عن جد الاصحاب المهن دكتورز او الشركة يلي عم نكون عم نحكي معهن عم يكونوا كتير عم يحبوا الفكرة انو الولادة عم يكونوا كتير متحمسين على الفكرة كمان بذات الوقت فهده شي عم يخلق جو كتير حلو انو اصحاب الشرك او المهنة مع الولاد عم يكون كتير سرشن عن جد عم تطلع حلوة مثل ما قلت الفكرة حلوة فكرة جديدة وفكرة عن جد الامات بحاجة لقلها يعني بعرف انو كل الامات بينبسطوا انو يحطوا ولادهم اوقات اكتفيتة يمكن بيانو او يلعبوا فوتبول وباسكت بس مهولة بتنمى بمكان ما شخصية اولادهم ولكن بحاجة لنشاط غير تفاعل اكتر مع المجتمع هيدا قيمة ميجابايند وهي اهميتها ادي عم بتأثر على الولد انو عم يتفاعل مع المجتمع مع افراد المجتمع البقية عم يفهم حالوه عم يفهم الامور اللي عم تصير حواليه فكتير كتير حلوة الفكرة كتير حبيتها شكرا وانا بتشجع اكيد كلنا عم تتابعونا يتواصلوا معك جيسي من خلال السوشال ميديا من خلال الرقم اللي قلت لنا اياه كمان وبشجع كل الامات انو يسجلوا ويجربوا ويجربوا اقلوا مرة لانو اكيد انا متأكدة جربوا مرة وملاح تقدروا توقفوا وليتكن ملاح يقبلوا يوقفوا لانو شي كتير حلو شفنا شبية صور واكيد اذا بتفوتوا على صفحتهم على انستا بتشوفوا صور اكتر واذا بتسمعوا اخبار او باحرى رأي الاطفال اللي شاركوا كمان هيدا الشي رح يشجعكن اكتر ورأي اماتن رح يشجعكن كمان اكتر انو تتصلوا بميجا مايند وتخلوا ولادكن يختبروا هيدا التجربة الجديدة الحلوة الموجودة بلبنان من خلال ميجا مايند انا بدي اشكرك اولا عها التجربة اي اللي عم بتخليها هيك يمكن انت قلتيننا انو كانت الفكرة بدايتها شفاية شخصية يعني انطلقت من شي شخصة من راغبة شخصية انو عم فكر اولادك انا وين بدي وين بدي اخدهم شو بدي اعملهم شي نميلهم فكرهم وعلمهم وسقفهم ونفس البقت بسطهم انو عم يتسلوا صح بدي اشكرك رغم انو كانت هيك شخصية ولكن انت حولتيا مع ميجا مايند مع التعب اللي عم بتعبي اكيد كرميل هالفكرة لشي هيك لصالح الاطفال جميعا اللي عم بشاركوا بي ميجا مايند فشكرا لك و بتحب تواجه هيك كلمة اخيرة اكيد للاقنات انا بحب اقولهم انو عن جد يشوفوا صفحتنا اللي هي ميجا دوت ميندرز على انستغرام ويشوفوا الاختيفيتات اللي عم نعملوها ويجربوا وعن جد رح يشوفوا قدير في فرق بس الولد يكون بقلب هيدا الجو عم يتعلم شي جديد وبالصيفية اكيد يلي ما بيقدر او تايت سكرجول عنده ينهار السبت بيقدر يكون بالصيفية كمان عميين بيج بروغرام للصيفية ريليتد ل السامر كامب وميجا مايند ميجا مايند شي مشوء يعني عن جد بقدر صيفيتون هيك بلعب وسقافة وتعلم مهن بانتظار اكيد المشروع تعلموا عنو بتفاصيلوا قريبا على صفحتكم فاكيد بداعي لكل انو يتابعكم شكرا وباشكر حضرك معنا اليوم جيسي أعزائي المشاهدين بدي اكيد اشكر متابعتكم بدنا نكفي حلقتنا اليوم خليكن معنا من بعد البريك عنا نجوف اخرين